المتفجرات المصادرة من مخطة تفجير حفل تايلور سويفت في فيينا غير مؤهلة لشان هجوم وفي السياق ذاته إغلاق التحقيق في قضية خطة الهجوم على كتدرائية شتيفان سدوم في فيينا بسبب ضعف الأدلة يمكن لو شفنا بعد الضجة الكبيرة اللي حصلت والخسائر الاقتصادية الكبيرة جدا وسائل المواصلات في الهوتلات وحجزات الناس اللي كانت جاية على موضوع الحفل ده وما كان هيحققهم من مكاسب للاقتصاد النمساوي وكل ده أغلق وحاليا دلوقتي بنقول أن المتفجرات غير مؤهلة أنها تعمل تفجير وعلى نفس السياق التحقيق بتاع كتدرائية شتيفان سدوم اتضح أن الحاجات اللي موجودة اللي هم كانوا متوقعين أن يكون هناك متفجرات كانت عبارة عن أسلاك كهرباء وما شابه ذلك هو ده تقصير برضو هنرجع تقصير أمني لأنه بيقولك هنا ضعف الأدلة يعني معنى كده أن المخابرات شي 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 مضحك بصراحة شي شي مضحك شوف بيّل التقرير أن المتهم البالغ من العمرت 19 سنة قد قام بتصنيع قام بتصنيع مادة تريبروكسيد وتراي أسيتون المتفجر باستخدام مواد كيموائية شائعة يعني موجودة بالسوء شملت حمض الكبريتيك بتركيز 4.1 إلى 4.5 ومزيل طلاق الأظافر الذي يحتوي على الأسيتون وبروكسيد الهيدروجين بتركيز 12% وأشار التقرير إلى أن الكميات ضئيلة ولكن قد تكون كافية لصنع كبسولة تفجير كبسولة تفجير مع صعوبة تحديد كمية المادة المصنعة بسبب التفاعلات الكيميائية غير المتوقعة التي قد كانت تحدث أثناء التحضير فبالتالي بصراحة طالعا يعني إحنا نحكي مثل ما تفضلت هذا البروبيغندا الإعلامية وأردوا البلد أرد وقفوها على رجل واحدة والحفل وعملية داعش وكذا هذا هاي حالة المبالغة بالأحداث يا سيد الكريم أوكي هذا مبايا داعش نعم مبايا داعش تنظيم إرهابي تنظيم إرهابي يعني الولد أحمق ومغرر فيه وبده علاج نفسي طبعا تفاد نحنا المنتسب لداعش عنده خلل نفسي عنده يحتاج إلى مشفى أمراض عقلية أوكي ولكن هاي المبالغة بأنه بدي يعمل تفجير وبيدي يعمل كذا كذا ليش هاي المبالغة كلها ياتا والتاني ليكو أغلاقة تحقيق في قضية خطة الهجوم على كادريا شتيفان زدوم في فيينا بسبب ضعف الأدلة دول الأربع الأفغان مش أفغان مش أفغان من تجاكستان وهدول من تنظيم خرسان يعني فعليا شخص مات بدون يسلمو أمات بالسجن كيف مات محدا بيعرف طبعا وثلاثة رحلهم وثلاثة رحلهم يعني بصراحة أخبار ضعيفة موقف أمني صراحة ركيك للغاية الموقف الأمني ركيك بهذه الحالة يتعامل بناء على التوجيهات الأمريكية التوجيهات يعني بصراحة أجهزة استخبارات معينة يعني عندهم مشكلة كبيرة بصراحة بالتعامل مع التهديدات بالمبالغة بالمبالغة بتهويل الأوضاع وهي أوضاع فعاليا يعني ما بدها المبالغة أحضاء سطيرة يعني بعض التفتيشات الأمنية كانت ممكن أن يصير وقت الاحتفال وما في داعي لهالإغلاء ولهالمظاهرة ولهالفيلم اللي يعملون بصراحة 50-50 لأنه كان ممكن يكون العكس ولا خمسة بالمئة التهديد وتجاوز خمسة بالمئة صدقني التقييم الأحداث وتقسيم العملية الجرمية لا تجاوز خمسة بالمئة لا تجاوز خمسة بالمئة يعني فبالتالي مع الأسف الأجهزة الأمنية في النمسا هزلية للغاية وهذه الأحداث تكشفها وتفضحها تباعا